موسيقى هاجمت سيارة من نوع بي ام دابليو مجموعة من العسكريين الفرنسيين على قارعة الطريق في لوفالوا بيغي غرب العاصمة الفرنسية باريز مخلفة ستة جرح اثنان منهم في حالة حرجة حسب ما فادت به الشرطة الفرنسية السيارة كانت تترصد المجموعة على ناصية الطريق قرب المعسكريين وبمجرد ان توجه الجنود المصطفية نحو سيارتهم للانطلاق في دورية بالمنطقة فاجأتهم السيارة المهاجمة وهم في غفلة من امرهم السلطة الفرنسية بدت حذرة في اصدار معلومات عن الحادثة واكتفت بالاشارة الى ان المنطقة مطوقة باحكام وان عملية البحث عن السيارة المهاجمة جارية وفق اقصى شروط الحيطة والحذر الا ان بعض التقارير الاعلامية بدأت تشير الى تصنيف الحادثة عملية ارهابية وبعضها لمح الى انها تندرج في طار عمليات من تسميهم الجهاديين الاسلاميين التي تستهدف فرنسا في الفترة الاخيرة رغم حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عمليات الثالث عشر من نوفمبر عام خمسة عشر والفين وتؤكد هذه التقارير ان فرنسا ظلت منذ ذلك التاريخ هدفا لعمليات عدة خلفت الى حد الان حوالي 239 ضحية منهم رجال امن على وجه الخصوص الظاهر ان فوبيا الاسلام التي جعلت الكثير من الاعلاميين والسياسيين الفرنسيين يسارعون الى تصنيف الحوادث المتفرقة وجرائم المجانين والمرضى على انها عمليات اسلاميين مسلحين رغم ان في فرنسا من الاسباب والمشاكل والافات الاجتماعية ما يبرر هذه الجرائم دون ملحاجة الى عناء الساقها بالاسلاميين وان وصفوا بالتطرف والارهاب ولعل حديثة برج ايفل الاستعراضية الاخيرة افضل دليل على ذلك اذ نقل الجميع تفاصيل العملية على ان شابا هاجم الشرطة ثم اخرج سكينا وهو يصرخ الله اكبر وصنف مباشرة عملا ارهابيا ليتبين في الاخير ان الرجل مجنون وودع مصلحة الامراض العقلية لكن مجانين الاعلام والسياسة من المصابين بفوبيا الاسلام ظلوا احرارا طلقا ولم يشر اليهم احد اشتركوا في القناة